التقى معالي بولو جنتيلوني رئيس وزراء إيطاليا في العاصمة روما سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل انهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وجرى خلال الزيارة عقد الحوار الاستراتيجي الثاني بين الإمارات وإيطاليا استقبل معالي بولو جنتيلوني رئيس وزراء إيطاليا سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل انهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة روما وتناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتناول الجانبان وجهة النظر اتجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والحرص المستمر على تعزيزها في المجالات كافة من جانبه رحب معالي باولو جنتيلوني بزيارة سموه إلى إيطاليا مؤكدا على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين وأشاد معاليه بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي كما عقدت دولة الإمارات وإيطاليا على همش الزيارة الرسمية لسنائين وترأس سموه الجانب الإماراتي في الحوار الاستراتيجي فيما ترأس الجانب الإيطالي معالي أنجيلوني ألفان وزير الخارجية والتعاون الدولي وبحث الحوار الاستراتيجي الثاني علاقات التعاون المشترك بين البلدين في مجالات عدة وتناول تطورات الأوضاع في المنطقة إضافة إلى التأكيد على أهمية مكافحة الإرهاب والتطرف بصوره وأشكاله كافة ووقع سموه ونظيره الإيطالي مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة قنصلية بين البلدين وعقب ذلك أقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد مؤتمرا صحوفيا مشتركا مع معالي أنجيليني ألفانو وقال سموه أنه تم إجراء مباحثات مثمرة وبناء تطرقنا خلالها إلى أبعاد العلاقة الودية بين بلدين صديقين بالإضافة إلى مناقشة القضايا الهامة في الشرق الأوسط فضلا عن علاقتنا الثنائية الواسعة النطاق من جانبه أكد معالي أنجيليني ألفانو عمق العلاقات التي تربط البلدين والتي تعدت مرحلة العلاقات السياسية لتدخل إلى مجالات أخرى كالثقافية معربا عن سعادته بافتتاح المدرسة الإيطالية في الإمارات كما أكد معاليه دعم بلاده منذ البداية لملف إكسبو دبي 2020 ووجود تنسيق مستمر بين فرق العمل من البلدين للاستفادة من خبرة معرض إكسبو ميلان وأضاف أن البلدين يتمتعان بتعاون اقتصادي ممتاز كما افتتح سمو الشيخ عبدالله بن زايد الهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال زيارته المقر الجديد لسفارة الدولة في روما وأزاح سموه ومعالي أنجيليني ألفانو وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي الستارة عن اللوحة التذكارية إذانا بافتتاح المقر الجديد للسفارة وتجول سموه ونظيره الإيطالي في مرافق المبنى الجديد للسفارة وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد الهيان أن افتتاح المقر الجديد لسفارة الدولة في روما يجسد حرص حكومة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة مع إيطاليا وتطويرها والمضي بها قدما بما يخدم مصالح شعبي البلدين من جانبه أعرب معالي أنجيليني ألفانو عن سعادته بحضور افتتاح المقر الجديد لسفارة دولة الإمارات في روما والذي من شأنه دعم التواصل بين البلدين والشعبين الصديقين والحفاظ على العلاقات الثنائية القوية والمتميزة التي تجمعهما